الحاكم وابنة المزارع حكاية من التراث الألماني كان يا مكان في قديم الزمان وفي إحدى قرى ألمانيا عاش رجل فقير وابنته وقد قاما بتقديم عريضة إلى الحاكم يطلبان فيها قطعة من الأرض فأعطاهم الحاكم قطعة أرض سخرية ما هذا عندها صخرة كبيرة جدا هيا إنه عمل متعب انظري ما هذا لو لم يمنحنا الحاكم والطيب هذه الأرض لما عثرنا على هذا الهاون الذهبي هيا نهديه إلى الحاكم لكننا إذا فعلنا ذلك يا أبي سيعتقد الحاكم بأننا قد أرسلنا له الهاون واحتفظنا لأنفسنا بالمدقة دعنا نبحث عن المدقة أولاً آه كلا كلاً أنت مخطية يجب أن نهديها لا نعم آه اشتركوا في القناة اوه! لقد ساعمت هذا الاكل اريد ان اكل شيئا مختلفا نعم اه؟ 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 ايضاعدوا اه؟ 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 لقد وجدت هذا الهاون الذهبي في أرضي أرجو أن تقبله هدية مني إذهب ماذا تفعل هنا ها؟ ألم تجد شيئا آخر؟ أهذا كل ما وجدت؟ لم أجد غير الهاون ما فائدة الهاون بدون مدقة؟ مولاي هذا كل ما وجدت أنت تكذب اذهب وأحضر المدقة في الحال ولكن يا مولاي كيف أجدها أخضرني؟ ماذا أفعل بهاون ليس له مدقة؟ أتسخر مني سوف أمر بحبسك؟ وهكذا أمر الحاكم بحبس المزارع المسكين هذا جزاء المحروف كان يجب أن أستمع لابنتي لم أكن أعتقد بأنها بهذا الذكاء لا يريد أن يأكل الخمس ويقول أنه كان عليه الاستماع لابنته الذكية ها؟ حسنا أحضر ابنته سوف نرى إن كانت ذكية أم لا سوف نرى مولاي أرجوك يا لها من فتاة جميلة هيا دعي دعي أرجوك يا مولاي أتوسل إلي حسنا أنا موافق شريطة أن أختبر ذكائك أولا فإذا نجحت أطلقت صراحة أبيك وتزوجتك من أنا غير معقول سمعت بأنك فتاة ذكية فإن استطعت حل اللغة تزوجتك ما رأيك؟ فهمت قصدك؟ وجدتها نعم وجدتها هل تستطيعين المجيئ إلي بدون ملابس؟ شريطة ألا تكوني عارية ودون أن تركبي جوادا أو حرمة وألا تسيرين في الشارع أو تخرجين منه أيضا ما رأيك بهذا اللغز؟ إنها صعبة سأحاول أرجوك أن تنتظر آه ها هي قادمة لقد لفت جسمها بالحبال فهي ليست عارية لكنها لا ترتدي الملابس ولا تركب الجواد لا تلبس شيئا لكنها ليست عارية لم تركب جوادا أو عربة ولم تمشي بالشارع ولم تخرج عنه فقد مشت على الحافة الفاصلة بين الشارع والحقول هو، إنك ذكية، سوف أطلق صراحة أبيك وسوف أتزوجك جوكي واو جيد ومرت ثلاث سنين ما هذا ما الذي حدث ما هذا الجدال لم تصرخ هذا المهر ملك لي كلا كلا انه يرقد تحت بقرتي انه لي يا سيدي لماذا هذا الجدال اسمع يا سيدي لقد انجب جوادي العزيز هذا المهر الجميل لكن المهر يرقد تحت بقرتي فهو لي دون شك يا مولاي حسنا سوف اصدر حكمي اذا رقد المهر تحت البقرة فهو يخصها فالصغار تعود دائما الى دويها هذا غير صحيح انه لي ارجوكي ان تساعديني انا بحاجة اليكي ارجوكي سوف اساعدك ولكن لا تخبر احدا ابدا هل تفهم؟ اعيدكي بذلك حسنا استمع علي ايوه صبي ماذا تفعل هل جننت؟ اخبرني هيا انني اقوم باستياد السمك يا سيدي وكيف تستاد السمك في الشارع اذهب الى النهر اذا البقرة قادرة على ان تلد مهرا فانا استطيع استياد السمك في الشارع فكرة من هذه انها ليست فكرتك هيا اخبرني من اوحا لك بها هيا بسرعة كلا لقد فكرت فيها بنفسي مستحيل هذا لا يمكن كنت طوال ليلتي امس افكر بالامر يا سيدي لا تكذب ايها الصبي سوف تندم ان لم تقل الحقيقة حسنا حسنا سوف اخبرك انها السيدة كلا كيف تجعلينه يسخر مني هكذا اذهبي في الحال لا تلبثي معي ابدا هيا اختاري الشيء الوحيد الذي تعتزين به من القصر ارحلي حسنا ولكن لنحتفل قبل ان نفترق اصيروا لذي اخر اه اه أشعر بالنعاس أين أنا؟ كيف جئت هنا؟ استيقظت يا عزيزي ماذا تقولين؟ سيدي لقد سمحت لي بأخذ أعزي الأشياء إلى نفسي من القاصر لذا اخترتك أنت يا مولاي لأنك أهم شيء في القاصر يا لك من ذكي فطن الحاكم لحماقته واعتدلت تصرفاته فأصبح حاكما طيبا فاضلا والفضل يعود في ذلك لزوجته الذكية ترجمة نانسي قنقر